صحة 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 ماردنا صحة كيفك ميسون؟ الحمد لله صباح الورد رأي orchestra صباح نور شو أخبارك؟ تمام الحمد لله تمام أهلا وسهلا فيكي وأهلا وسهلا بكل نضاموننا هلأ لمتابعة هالفقرة رقمنا هو 06569099 وأيضا من خلال أكيد صفحاتنا على فيسبوك facebook.com slash rotana radio jordan وعمان tv official إحنا رح نبدأ مع يسرى يسرى بعدتنا ماسج من الجزائر بتسلم عليكي ميسون أنت بتعرف أدي فئلنا متابعين من المغرب العربي يسرى حابة تعرف عن توافق أنت الحوت مع ذكر الجدي حوت من الأبراج اللي دائما بحكي هي والجوزاء والميزان من الأبراج الحساسة كتير وبحاجة لكتير من العاطفة مع الجدي اللي هو ما بيعبر عن عواطفه بشكل صح بعيد عن الرومانسية إنسان بيستخدم عقله أكثر من قلبه فممكن هاي المسألة بتخلي فيه شوي التراجع بهذه العلاقة اعتماد نجاحها على الحوت أكثر بأنه يهيئ له الفرص المناسبة للرومانسية بيذكروا قبل وقت بالمواعيد الأيام اللي فيها مثل عيد زواج عيد ميلاد يحطوا بالصورة أول بأول بهذه الطريقة ممكن أن تكون هالعلاقة ناجحة بإذن الله في عنا كمان موسى منصبح عليك موسى الشطي صعد صباحك شكراً لإلك على هالمساج الحلوي دعاء محمد كمان يصعد صباحك عنا ميلاد بيحبي عيد على بنته سلمة بمناسبة عيد ميلادها بكرة بنقولك صباح الخير وحابب يسمع عن موليد برج الجدي الجدي وكل يوم عم نحكي عن الجدي بيشعر بعدم الارتياح ببداية السنة اتجاه الآخرين لذلك رح تكون ثقته قليلة خاصة بالعمل لذلك رح يعمل كل شيء بإيده وهي النصف الأول من الشهر تفقد الثقة بالناس وتعتقد أنه الأمور ما رح تمشي إلا إذا أنت عملتها لأنه أنت أفهم فيها رح تخليك تشعر بالتعب بالنصف الثاني لذلك رح تعيد برامجك من جديد تعيد طريقة واسلوبك بالتعامل مع الناس اللي بتعمل معهم وبتشعر بآخر عشر أيام من الشهر بالراحة وكمان في مردودات مادية بسيطة غير متوقعة ممكن يحصل عليها الجديد إذن كمان مرة نقول هابي بيرثي لسلمة وعنا رزان العسوة دي سعد صباحك بدأت تعرف عن توافق أنثى العقرب مع ذكر الحوت ومرة ثانية بنرجع للحوت اللي هو مرات بتلاحظ أنه كثير بتتكرر البرج نفسه بنفس اليوم العقرب مع الحوت ما رح يتحمل الحوت الغيرة الشديدة الموجودة عند العقرب خاصة وحكينا قبل شوي أن الحوت مزاجي بيحب يعيش رفاهية الحياة إنسان بسيط جدا وبيقلب كل الأمور لهزل وهذا الشيء ما بيتماشى مع العقرب ما عنده جدية بحياته فهذه المسألة بدنا نتنازل عنها شوي يعني مع بعض التنازلات ممكن تكون هالإلاقة ناجحة حسن بدأي عرف على موليد أو عن موليد برج العذراء العذراء حكينا أنه أول أسبوع من الشهر رح يكون فيه شعور بالكسل والملل حتى يمكن أول ثلاثة أيام من الشهر تراجع خمول ما بيحب يقوم يعمل شيء بحياته هاي بتزول كلها مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر وبيبلش انطلاقة كثير كبيرة في عنده حصة الأسد بهذا الشهر بالعقود بمفاجآت سارة عنده أمور كثير كثير حلوة خاصة العشر أيام أخيرة من الشهر وكمان الفرصة مهيئة للعذراء أنه يلتقي بالشريك المناسب بكل أشهر السنة يعني عملي ومالي وعاطفي ما إحنا حكينا أنه تطيرني السيارة مبارح من أهل اللي نفدت لأنه واضح أنه عندي مشاريع حكينا أنه العذراء بعد الحوت هو صاحب الحظ الأخر وبعدين الدلو وبعدين ماما حوت يعني الله يعين البيت يعني بدك تأخذي من حظوظها أنت لأنه عايشة معها عن جهة؟ طبعا والله الحوت بيعطي والدلو بيعطي طيب الحمد لله يلا عنا اتصال على 06-6-6-9-0-2-9-9 هلو مين معنا؟ هلو مرحبا أهلا وسهلا معك محمد من عمان كيفاك محمد؟ أهدين الحمد لله شو الأخبار؟ عم تسمعنا ولا عم تحضرنا؟ لا عم نسمعكم كل يوم إحنا طارعين على الشغل ومنسمعكم يلا ولازم تصير تحضرنا على عمان تيفي والله صعب ليش صعب؟ لأنه بيكون بشغله بالسيارة بالسيارة اسمع بتنزل القناة وبتحضرنا على الإعادة إن شاء الله إن شاء الله شو يا محمد؟ شو حابب تعرف عن أي برج؟ برج الجوزاء برج الجوزاء بتعرف بالعمل توابقوا بالعمل مع برج الحمال وعلاقاته العاطفية مع أي برج بكون أفضل أوكي شكرا لإلك يعني الجوزاء مبدئيا خلينا نقول من الأبراج اللي يعني كتير كويسة بالتعامل مع الناس من الأبراج اللي تمشي معها سواء كان بالعمل أو بالعاطفة الحمل القوس العذراء الجوزاء الميزان الدلو والحوت يعني بعد برج الميزان الجوزاء أكتر الناس اللي بتتماشى مع كل الأبراج تقريبا بداية الشهر رح يكون عندك النصف الأول تشعر بالسلبية والتراجع وعدم فهم الأمور بشكل صحيح تحاول بكل جهودك أنك تتمم كل الأعمال الملقاة على عاطقك سواء كان على الوضع العام أو الخاص النصف الثاني تستعيد نشاطك وهو الأفضل على كل المستويات حتى العاطفي رح يكون النصف الثاني الأفضل لاتخاذ القرارات العاطفية للمرتبطين وغير المرتبطين الحب العقس مكان الحب العقس مكان تعيش يا عطاك يا عم ليش على أساس أمورك زبطت زيد زغول آه هاي بسك ذكريات آه أوكي خفت عليك لأنه بعرف ما يحط هاي الأغنية بيكون وضعه العاطفي يعني أنا بدي أحكيله لو تشعل العشرة أنا ما قلت إيش من عندي انسى غرامك راح في واحد على سيرة زغول في عبدالله زغول أول مرة بيشارك معنا وبترجعنا نعطيه توافق إذا تكرمنا شكرا لإلك وإنت اللي بتكرم يا عبدالله ذكر عشرين أربعة مع أنثى عشرة خمسة الثور مع آخر يوم بالحمل وممكن يكون ماخذ من الثور يعني يا أما يكون حمل مع ثور أو ثور مع ثور يعني بدك تتابع البرجين عشان تشوف إيش اللي بيتماشى معك على أساس الحمل مع برج الثور بدها مراهنة على الوقت بدها صبر كثير كبير لحتى تكون فيه توافق بين الصفات الموجودة بين الطرفين الاستعجال الموجود عند الحمل ما بيتماشى مع برج الثور فهاي بدكم تنتبهونها كثير عنا اتصال أهلو عنا اتصال أهلا نيص عد صباحك كيف حالك؟ منيحة أنت كيفك؟ عبدالله جورج جمعي كيفك جورج شو أخبارك؟ تمام تفضل عن شو حابب تعرف؟ بالله لنوش محكي برج الثور عن العاطف والمار أوكي شكرا لإلك كرسل وانت سالم فيه تخطيط واندفاع لحتى تحقق غرض مادي من بداية الشهر وتكتشف بمنتصف الشهر أنه هذا الهدف صعب أنك توصل له بتخطيطاتك هذه لذلك رح تتراجع أمورك نوعا ما بالنسبة للوضع العاطفي اعتبارا من شهر عشر العام الماضي كان فيه فرص كثير مناسبة لحتى تلتقي بالشريك المناسب فيه كثير ارتبطوا بسنة 2017 واللي ما صحت لهم الفرصة 2018 رح تكون مناسبة جدا للالتقاء بالشريك الوضع العاطفي شهر جيد سواء كان للمرتبطين وغير المرتبطين لأنه فيه رومانسية كثير عالية بهذا الشهر بسير بس سريعا أخذ آخر كومنت بعد إذنكم محمد بس لأنه بعد ضروري جدا فهيك حزنت ما نلبيله طلبه 22 واحد و22 واحد آخر يوم بالجديد وممكن يكون ماخذ من الدلو ما حكينا دلو اليوم ما حكينا دلو حكينا جديد فنحكي لك الدلو يصير صح يس طبعا الدلو من الأبراج اللي هذا الشهر عندها بالبداية الشعور بعدم الارتياح ويرفض كل ما هو جديد ولذلك ممكن يكون تقدمه بالنجاح شوي بطيء حاول عدم الرفض ودراسة كل ما يعرض عليك بهذا الشهر مناقشة الأمور الاستماع حتى النهاية ما تقاطع تحتاج لجهود أكبر لحتى توصل لهدفك بهذا الشهر عاطفيا أيضا غير المرتبطين الالتقاء بشركة المناسب فرص ممتازة والمرتبطين أيضا جيدة ورومانسية عالية بدنا نشكرك يا أحلى ميسون اتمنى لك عطلة نهاية أسبوع دافئة يا رب ديري بالك بكرة برد ومطر وإن شاء الله هيكونوا عدلنا أسبوع بالبيت حلو مزيزة والله يلا دعواتك بدنا نشكرك ميسون وإن شاء الله لقاءنا بالجدد يوم من الأحد إن شاء الله صح الصح صح سرآ صح سرآ ماردنا آآ